الزحام على مقائد جامعة الكويت والفرص الضائعة للالتحاق بكلياتها التي يفقدها الخرجين من الثانوية العامة كل عام وضع سيصبح من الماضي وفق قانون مدرج على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل يسمح بإنشاء جامعات حكومية جديدة سيكون لدينا تكلفة صفر في قضية إنشاء الجامعة التي سيكون إنشاءها حال صدور هذا القانون بالإضافة إلى انتقال جامعة الكويت إلى مبنى أو موقع مدينة صباح السالم الجامعية لذلك أنا أشكر أخوانا وأشكر معالي الوزير وفريق المصاحب له وزير التربية والتعليم العالي أيضا على وجوده وأيضا على أسهاماته والتعديلات التي قدمها في اللجنة واستمراره في تزويد اللجنة بكافة التطورات الخاصة بالملاحظات قانون الجامعات من شأنه توفير المزيد من الفرص الوظيفية وإتاحة المجال للتنافس والنهوض بالتعليم العالي ومخرجاته الأكاديمية إلى المستويات العالمية نقلة نوعية في التعليم العالي وأيضا واقع التعليم العالي إنشاء الجامعات الحكومية بالكويت اللي من شأنه أيضا لنظمها وأيضا يعطي أيضا فرصة للأخوان الذين لديهم الكفاءات الوطنية والآخرين اللي لديهم القدرة على العمل وكذلك للتقدم للجامعة سواء الجامعة التي ستنشأ أو هي منشأة فعليا في جامعة الكويت التي ستنتقل إلى المبنى الجديد والموقع الجديد في الجدادية أو مدينة صباح السالم وكذلك الجامعة التي بموجب القانون الحالي أيضا سيصدر مرسوم بإنشاها اللجنة التعليمية التي عملت بمثابرة لإخراج هذا القانون بصيغته النهائية بتوافق مع الجهة الحكومية المعنية تتطلع لإنجازه بالإقرار وإحالته إلى التنفيذ قبل أن ينتهي دور الإنعقاد الحالي وقد يكون ذلك واقعا بعد مناقشته في الجلسة المقبلة لتلفزيون المجلس أحمد الشم